ما أهم العناصر التي تتكون منها الأعلاف المركزة التي تحتاجها لصغار الدجاج؟ وطريقة استخدامها لتجنب الأمراض التي تحملها أو الفيروسات هذه الأعلاف من صاحب المحلات سنشرح عنها بشكل بسيط طريقة استخدامها دعنا نسمع المقطع طرقنا بالفيديو القبل هذا على أن نحتاج للعلاف المركزة أو علاف التسمين لفراخ الدجاج في بداية أعمارها لكي نحصل على أفضل نتيجة ولكن هناك طرق خاصة لإستخدام هذه الأعلاف وكما يوجد أشخاص الذين لا تعرف عن علاف التسمين أو علاف المركز كما ترون في الصورة هذا هو العلاف المركز قدامكم سوف تشرح عن استخدامه وكيف تتجنب الفيروسات أو الأمراض التي يحملها هذه الأعلاف تكون ملوثة وكما سوف تتحدث عن أهم عناصر موجودة داخل هذه الأعلاف معكم الصيف ترابطوا الحيوانات أتمنى لايك، كومنت، اشتراك كما هيك حلو وما تنسوا كما عن التعليقات المميزة ياريت تدعمونا القناة أهلا وسهلا بالجميع هذه الأعلاف المركزة مهمة جدا للطيور ممكن يتم تصنيعها بالبيت إذا توفرت بعض عناصر موجودة عندك لذلك سوف نذكر العناصر الموجودة بالأعلاف وكما كيف تتجنب أن تنقل الأمراض من الأعلاف للطيور لأنه للأسف بعض أحيان بتوصلنا هذه الأعلاف ملوثة من عند نفس صاحب المكان أو المحلات التي تبيع هذه الأعلاف أولا عشان نتجنب الأصابة بالأمراض من هذه الأعلاف أو ننقلها للطيور، الفيروسات أو الأبراد مثل ما انتم شايفين نجيب هذا العلاف لأي أعمار من الدجاج الصغار نوضع الكمية اللي بدنا إياها ونضيف الخل الأبيض أو الخل التفاح المركز بس المركز ما منخط منه كثير على ربع لتر ماء إذا استخدمنا خل مركز جدا لتقيل نوضع بس أربع خمس نقاط أما الخل الأبيض ممكن توضع لغاية معلقة صغيرة على ربع لتر من الماء أو نصف لتر من الماء بعدين نتم بخ الكمية اللي احنا سويناها بطريقة ترطيب يعني من رطبها، ولازم هذه الشغلة تعملها يعني تجهز كمية العلاف اللي بدك تقدمها للطيور وبعدين بعد عشر دقائق من انك رطبتها في البخاخ أو المرش بتقدمها بشكل مباشر للطيور يعني ما بنصير الرطب العلاف ونتركه لأنه الماء هون وراح يصير عامل عفن بجوه الأعلاف طبعا أنت رطبت الأعلاف لازم تقدمها للدجاج أو للصصان الفراخ ويتم تناولها بشكل سريع هاي أهم نقاط تقريبا لأنك تتجنب نقل الأمراض من الأعلاف للطيور وهلأ منحكي في العناصر اللي تحتوي عليها هاي العلاف المركزة وكمان كيف تقدر انك ممكن تصنعها بالبيت إذا توفرت عندك بعض عناصر طبعا هاي العلاف تحتوي على البروتين وهو موجود في مصحوق السمت ومصحوق اللحوم وكمان في البازيلا والترموس والبذور الزيتية مثل بذور عباد الشمس وكمان يمكن الحصول على الحبوب مثل الشعير والقمح والدهون هاي تضاف مع الأعلاف كمان الفيتامينات بحتوي علف الدواجن على كمية قليلة من الفيتامينات ومنها فيتامين ألف وفيتامين دال والمعادن ومنها الكالسيوم والفسفور ويمكن الحصول عليها من الحجر الجيري أو العظام المطحون هاي تقريبا أغلب العناصر الموجودة داخل العلاف المركز أتمنى يكون المقطع مفيد يعطيكم العافية وشكرا لكم